العراق سرق من العراق 450 مليار دولار من 2003 العراق رابع دولة احتياطية بالنفط دخلها الشهري من النفط فقط 6.5 مليار دولار احتياطيتها النفطية تصل إلى 140 إلى 150 ألف مليار برميل تنتج يومياً 4.5 مليون برميل وتصدر 83.8 عدد سكانها 38 مليون 23 تحت قط الفقر هذه أرقام مهولة والعراق دولة غنية العراق تمتلك قدرات بشرية تمتلك موارد طبيعية يعني تقصد أن الفساد هو من ينخر في الدولة اليوم؟ بلا شك والجميع والنقبة السياسية والأيدي الخارجية لها دور في هذا الفساد بلا شك وأيضاً الميليشيات تواجد ميليشيات خارج سلطة الدولة السستاني هو صاحب خطاب الجهاد الكفائي الذي تشكت بموجبها الحشد الشعب نعم طيب ألا يستطيع اليوم أن يعيد الحشد الشعبي أيضاً بفتوى أخرى؟ تفكيك للحشد الشعبي الذي أكثر موالي لطهران بالتالي بلا شك وهذا التساؤل عندما تحدث أنه كل ما حدث الحشد الشعبي شكل بفتوى من السستاني نعم كان بالإمكان أن تظهر فتوى من السستاني بحل الحشد الشعبي وبالتالي وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية لم يتأخذ هذا القرار بلا شك أنه لا زالت طهران مسيطرة على المسجد الاقتصادي والأجهزة العسكرية والأجهزة الأمنية وبالتالي النخبة لا تتجرى ولكن لنذكر أن السافاك في عهد الشع قتلت مليون ونصف إيراني وسقط نظام الشع فبالتالي مهما كانت دموية ما يحدث تجاه المتظاهرين بلا شك أنه في الأخير ستحقل النتائج جيدة فقط لذيق المسجد